في صفحة جديدة من سجل الأسماء المشرقة التي تولت حكم دولة الكويت وبعد توديع البلاد أميرها الخامس عشر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وبمسؤولية القوي الأمين ينتقل مسند الإمارة إلى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه باعتباره الحاكم السادس عشر للبلاد وفقا للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة وبعد أربعة عشر عاما من ملازمته كولي للعهد أخاه الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحكم وبعد مواقف فاصلة ولحظات حاسمة من تاريخ البلاد وقف إلى جواره فيها سندا وداعما ومشجعا ومشاركا في صنع القرار جاء دور سموه ليتحمل المسؤولية الكبرى في سدة حكم الكويت وطوال الأعوام الأربعة عشر الماضية كان سمو الشيخ نواف الأحمد وليا للعهد وفقا للأمر الأميري الذي أصدره سمو الأمير الراحل في السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سمو الشيخ نواف الأحمد لولاية العهد لما عهد في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب ولد صاحب السمو في مدينة الكويت بفريج الشيوخ ومشأ سموه وترعرع في بيوت الحكم منذ ولادته وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط وإعداد وتهيئة حكام المستقبل وكثيرا ما كان سمو الشيخ نواف قريبا من المواطنين طوال مسيرته السياسية فكانوا يشاهدونه في مناسباتهم المتنوعة ويستقبلونه في دوانياتهم لمشاركتهم أفراحهم أو التعزية بمصابهم كما كان يستقبلهم لتلمس حاجاتهم وتلبية متطلباتهم ومنذ استقلال البلاد كان لسموه بصمة في العمل السياسي فتولى العديد من المناصب فعين محافظا لحولي ووزيرا للداخلية وتولى وزارة الدفاع وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي في عام 1991 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية وتولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني واستمر فيه حتى عام 2003 عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أمري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وبقي في هذا المنصب حتى تعيينه وليا للعهد في عام 2006 ولسمو الشيخ نواف إنجازات بارزة قبل توليه ولاية العهد منها تحويل منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية إلى مركز حضاري وسكني متميز يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وحين أسندت إلى سموه حقيبة وزارة الداخلية كان هاجسه الرئيس حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وحرص على مجارات العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن فعمل على تطوير القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت وحدودها وترك سموه بصمات إنسانية واضحة حين تولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية إذ سارع في اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين كما برهنت أعمانه على أنه خير نصير للطفل والمرأة والأرملة والمسن والعامل وعندما تعرضت البلاد للغزو العراقي الغاشم عام 1990 ساهم سموه في القرارات الحاسمة لمواجهة الغزاة وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير البلاد وأدى دورا بارزا في قيادة المقاومة وتأمين وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش ويتميز سمو الشيخ نواف الأحمد بالحرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعا باعتبارا أن قوة الكويت في وحدة أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهونان بتآزرهم وتلاحمهم وإخلاصهم في العمل ترجمة نانسي قنقر